خلونا بقى نبدأ معكم جولتنا عن آخر أخبار التقس والعملات وأسعار الزهب النهاردة لكن هنبدأ بالجولة المرورية عشان نطمنكم على الشوارع في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معكم جولتنا من القاهرة الأمطار الخفيفة للنزل تنبارح مأثرتش بشكل كبير على الحالة المررية إطلاقا خلونا نبدأ جولتنا من كوبري 15 مايو واللي بيشهد داسيولة مررية نسبيا ووصولا إلى الكورنيش اللي بيشهد كثفات مررية للمتجه إلى ميدان التحرير وفيه كمان بعض الكثفات للمكمل حتى المعادي وحلوان و15 مايو هنروح في اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقتين الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد داسيولة مررية نسبية لكن الكثفات هتزيد بعد شوية على طول كوبري أكتوبر حتى نزلت غمرة والعباسية لكن المتجه لشارع بورسعيد والشرابية وحضائق الأوبة حتى كوبري السواح والأمرية والعكس فيه كثفات نتيجة طبعا عن دخول الطلاب للمدارس وبتقل مع انتهاء فترة الظروة الصباحية خيروان نروح معاك واللي محافظة سهاج واللي هنبدأ فيها من محاطة قطار سهاج واللي بيشهد الطريقة عندها كثفات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس هنمجي كمان ونشوف طريق عبد المنع مرياض فيه أيضا بعض الكثفات المرية أعلى النهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمع أيضا فيه كثافة نسبية لكن طريق المنشأة وطريق أخميم جرجة بيشهد أيضا زيولة مرية في الاتجاهين من القادم إلى مدينة سهاج أو العكس أما تقاطع شارع لاشين مع كونيش الشرقي بحي شارع سهاج بيشهد كثفات مرية وكمان تقاطع منطقة الأرقم في تكدس للسيارات في ساعات الظروة وأوقات دخول وخروج الترميز من مدارس هنروح معاكم لمحافظة بني سويف ونبدأ من كبري بني سويف واللي بيشهد سيولة نسبية ونوصل لكونيش بني سويف اللي بيشهد دلوقتي سيولة مرية ونكمل مكنيش لحد ما نوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة اللي الطريق بيشهد ليهم سيولة مرية أما طريق السادات وشارع عبد السلام عارف إلى موقف محي الدين بتشهد بعض الكثفات المرية بسبب التقاطعات ودورانات أما الشوارع بقى المتفرعة من مستشفى الصدر إلى الطريق الدقاري بمنطقة الظهور وشارع جسر الإسلام من الطريق الدقاري بتشهد أيضا بعض الكثفات المرورية ونروح معاكم لمحافظة مطروح والإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية وعينت خدمات كمان لمراقبة حركة السيارات أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح وتنفيذ عدد 9 كبالي دورانات في المسافة من كيلو 101 حتى كيلو 154 واللي هتستغرق شهرين على أن تكون الأعمال دي على مدار اليوم الكامل وبيتم تنفيذ التحويلات المرورية لازم للقادم من أسكندرية والعكس ياخد باله لكن الحالة المرورية بقى على كورنيش مطروح في سيولة كبيرة والشوارع عند مدرية الأمن ومبنى المحافظة وشارع الجلائق الموازي للكورنيش بيشهد سيولة مرورية طيب خدناكم في جولة للمرور خلونا نعرفكم على أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وهنبدأ طبعا من الدولار الأمريكي وسعر الشراء 15 جنيه 75 إرش وسعر البيع 15 جنيه 66 إرش اليورو بيع 17 جنيه 42 إرش شراء 17 جنيه 31 إرش جنيه للسليني بيع 20 جنيه 77 إرش وشراء 20 جنيه 64 إرش فرانك سويسري 16 جنيه 92 إرش و16 جنيه للشراء 81 إرش ريال السعودي البيع 4 جنيه و20 قرش والشراء 4 جنيه و17 قرش ميت يني ياباني سعر البيع 13 جنيه 27 إرش وللشراء 13 جنيه و18 إرش دينار كويتي سعر البيع 51 جنيه 87 إرش وللشراء 51 جنيه 53 إرش درهم الإماراتي سعر البيع 4 جنيه و29 إرش وسعر الشراء 4 جنيه 26 إرش ولوان الصيني سعر البيع 2 جنيه 47 إرش وسعر الشراء 2 جنيه 46 إرش وأسعار الذهب النهارد عشان الناوي يجيب لمامته هدية في عيد الأم ذهب خلينا نعرفكم على أسعار الذهب النهارد عيار 18 بيسجل 762 جنيه عيار 21 899 جنيه عيار 24 016 جنيه وأخيرا جنيه ذهب 7112 جنيه نستعرض معاكم بقى جولة سريعة عن أحوال الطقس طبعا كنا نشعر بالبرد مع أن النهارده هو أول يوم في الربيع الجو هيكون ماء البرود على القاهرة الكبرى والوجه البحري في نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسط واحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء هيكون فيه كمان فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ده غير أن النهارده فيه فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري درجة الحرارة في القاهرة النهارده 18 وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 30 وأقل درجة حرارة تكون في السلوم 16 درجة هنتابع مع حضركم التقس بالتفصيل بعد شوية